المواطنون يا شباب وأنتم في ساحة الاحتصام الآن أقول لكم كل العراقيين معكم بسنتهم وشيعتهم ولا يستطيع أحد أن يفرق بينهم وأنا أؤكد بأن الموقف الذي عبر عنه الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف سيادة وهو قائد أهل السنة والجماعة في العراق موقف مساند لسماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله عندما قال ندعم جميع الجهود المخلصة لإنقاذ العراق ومعالجة حالة الجمود السياسي التي عطلت الدولة ومصالح الشعب ونعلن دعمنا لمضامي خطاب سماحة السيد مقتدى الصدر نحو انتخابات مبكرة ووفق معايير جديدة وماكنة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية هذا الموقف وموقف آخر من الرئيس محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اللي عطل جلسات المجلس حتى انتم تكونون ممثلين عن الشعب بموقف يحسب للأخ السيد الحلبوسي وأكد اليوم أيضا بموقف آخر ان مجلس النواب ممثل للشعب وتلك الجماهير التي احتشدت ويقصدكم بهذه التغريدة هي جزء من كيانه وضميره والتي لا يمكن بأي حال اغفال ارادتها في انتخابات مبكرة التي دعا اليها سمحت السيد مقتدى الصدر ونؤيد المضيب انتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها للشروع مجددا بالمسيرة الديمقاطية تحت سقف الدستور والتفاهم بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد هذه المواقف هي لكل العراقيين هذا هو موقف اهل العراق بسنتهم وشيعتهم اشتركوا في القناة